موسيقى صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع بالإجماع على تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي بثماني سنوات ووفقا لنص مشروع القانون فإنه لا يسري بأثر رجعي ولن يمنع احتمال إعادة تولي رئيس المعارضة بن يمين نتنياهو هذا المنصب ووفقا لمشروع القانون الذي بادر إليه وزير القضاء قدعان سعر فإن عضو كينيسيت تولى منصب رئيس الوزراء ثماني سنوات متصلة أو متقطعة لن يتمكن من تولي المنصب لفترة أخرى كما وتعتبر الحكومة مستقيلة عند انتهاء مدة الثماني سنوات كما ونص مشروع القانون أن ولاية رئيس الوزراء البديل لا تعتبر ولاية رئيس وزراء فيما يتعلق بتحديد مدة تولي المنصب أيدت النيابة العامة الإسرائيلية قرار وزيرة الداخلية أيلي تشاكيد بالتعامل مع طلبات لم الشمل وكأن القانون بشأنها ما زال ساري المفعول فيما انتهت صلاحيته قبل أربعة أشهر مدعية في ردها على الالتماس ضد شاكيد أن الوضع الحالي مؤقت هذا وقدم الالتماس ضد شاكيد إلى المحكمة المركزية في الكدسي ثلاث منظمات حقوقية إسرائيلية وهي جمعية حقوق المواطن ومركز الدفاع عن الفرد وأطباء لحقوق الإنسان يذكر أن قرابة ألفي طلب لم شمل قدم منذ انتهاء صلاحية القانون ولم يتم النظر بها أعمال العنف التي وصلت حتى ساحات مستشفى سوروكا بئر السبع أدت إلى موجة من ردود الفعل الغاضبة لدى الغالبية العظمى من عرب النقاب الذين استنكروا بشدة الشجارة بين عائلتين أمام مركز الطوارئ في المركز الطبي والذي انتهى بأربع إصابات وتسعة عشر معتقلا على دمة التحقيقات بعض من التحكيرين التياروها بخدر الميون بتخشكتتان نصفة سموخ لبيت الخولين بكتتان الزوك يخولاني رأي شموش بأقدخ ישنا מספר ممצאים בזירה שנبدקים פעילות شتور مهירה במקום בשילוב כוחות مودين ويسام نعצרوا 17 חשודים وقام رئيس بلدية رهط فايز أبو سيبان مع عدد من أعضاء البلدية بزيارة تضامن للمستشفى التقى خلالها بمدير المركز الطبي دוקטור شلومي كودش أكد خلالها أن حرمة المستشفى כحرمة المسجد ولفت أنه على الشرطة أن تقوم بكل جهد من أجل الوصول إلى جميع المتورطين في الشجار الجماعي ودعا سكان المدينة اليهود إلى عدم الإنجرار وراء العنصريين والكراهية لأن العنف والجريمة هي كارثية على الجميع الحدث البارح في أن حرمة المستشفى تنتق بالطريقة هذه يعني خط أحمر وصلنا لدرجة أن حتى المستشفى ميها مانع العنف في مجتمعنا فإحنا في مشكلة خطيرة جدا بتمنى من كل الجهات المختصة أنها توقف العنف المستشر في المجتمع العربي ظهر خطرة جدا بالأسف نحن نتحدث عن أعمال العنف المجتمع العربي مليبة أعمال العنف ولكن ما حدث بالأمس كان نقلة سيئة للجانب السيئة أن يكون هذه الأعمال والشجار العنف بشكل كبير في مستشفى المستشفى هو مكان لعلاج الناس لطمانينة الناس لا بد أن يكون هناك تعايش في هذا المكان لا بد أن يكون هناك أمان للأسف كان شجار كبير جدا أدى إلى تغيير في سيرورة عمل المستشفى لأن يكون يعمل لفترة قصيرة كعمل طوارئ عمليا واستغل أقطاب اليمين بينهم لجنة إنقاذ النقب الحادثة المؤسفة في المركز الطبي الوحيد الذي يخدم كافة أهالي النقب من العرب واليهود وذلك للاستمرار بالتحريض على البدو فيما ادعى رئيس بلدية بير السبع روبيك دانيلوبيتش في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البلدية بأن البلاد في حالة طوارئ وطنية وفي حرب على ديمقراطيتها بسبب العنف الذي وصفه بأنه إرهاب مدني صادق المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية نحماناش على توصية لجنة الخبراء التابعة للوزارة بإطلاق حملة تطعيم للأطفال من سن خمسة عوام إلى أحد عشر عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا حيث ستحدد السلطات الصحية موعد إطلاق حملة التطعيم خلال الأيام المقبلة وأوضح هاش بحسب بيان صدر عن وزارة الصحة أن الغالبية الساحقة من أعضاء لجنة الخبراء يعتقدون أن اللقاح يتمتع بمستوى أمان جيد وأن الفائدة المترتبة على تطعيم الأطفال في هذه العمار تفوق المخاطر التي تنطوي على ذلك في ظل التغيرات المناخية التي نلمسها جيدا في السنوات الأخيرة وباتت تؤثر على كل فرد منا بشكل مباشر يعقد مركز الأبحاث التابع لجمعية الجليل في مدينة شفا عمر مؤتمره السنوي للعلوم لعرض حصاد ما توصل إليه الباحثون والباحثات في الجمعية من أبحاث تعالج التحديات المناخية المؤتمر العلمي هو مؤتمر سنوي تعقده جمعية الجليل الهدف منه هو عرض آخر النتائج الأبحاث التي تجري في مركز الأبحاث التابع لجمعية الجليل العرض هو عن طريق الباحثين المشتركين في الباحث مركز الأبحاث جمعية الجليل عنده غطاء علمي من جامعة حيفا فكان عرض لمحاضرة وباحثة في جامعة حيفا كمشاركة معنا في المؤتمر وأيضا في شراكة في بحث مشترك مع جامعة حيفا في مجال تغير المناخ وتأثيره على الصحة وانقسم المؤتمر إلى ثلاث جلسات مركزية تم من خلالها تداول ومناقشة التغيرات المناخية وتأثيرها على صحة المواطنين في البلاد كما عرضت أبحاث توجد حلولا وتقلل الأضرار الناجمة عن النفايات الصلبة والمياه العادمة ومعالجتها بشكل يمكن إعادة استخدامها من جديد لما نعالج المياه العادمة نحاول أن نعمل استعمال كما مرة لها المياه التي تطلع تكون نقية حتى تذهب إلى الزراعة ونستخرج منها مواد التي تكون فعالة ومفيدة لعدة أمور كمان ممكن أنه من خلال عملية معالجة النفايات نستخلص الطاقة ونستخرج منها الطاقة البحث بعتمد أن نأخذ النفايات الطبيعية التي تأتي من النباتات بدأ من أن نسكبها وتأدي لتلويث البيئة والتحمامات التغلوبارية والتلويث نحن نأخذها ونعملها معالجة بسيطة نحولها لمواد أولية المواد الأولية هاي نعملها عملية ما يتسمى تخمية فبتتحول لحمد سالاكت لحامض لاكتيك هذا الحامض لاكتيك نحن نحاوله لبلاستيك طبيعي يعني المبدأ أنه نأخذ نفايات طبيعية ونحولها لبلاستيك طبيعي اللي نستفيد منه اللي هو مش ملوث وكما بتحلل بالتالي وما بلوثلنا البديئة بدال لبلاستيك اللي هو بيجي من النفط ويسعى المؤتمر للوصول لشريحة واسعة من المجتمع من خلال جمهور المعلمين لفتح آفاق واهتمامات مستقبلية جديدة أمام طلاب العلوم بالإضافة إلى عرض نتائج الأبحاث على المهتمين بمجال التطوير والاستثمار لفحص إمكانية تحويلها لمنتجات ومشاريع اقتصادية طالبت بلدية عربة البطوف من الشرطة الإسرائيلية برفع أيديها عن المحال التجارية في المدينة وذلك في أعقاب الحملة التي تنفذها ضد متاجر في البلدة وتحرير المخالفات وفرض الغرامات الباهظة وأكدت البلدية أن جهاز الشرطة يشن هجمة شريسة منظمة ومبرمجة ضد مصالح عربة وبالتنصيق وبدعم الوحدة القطرية لأسباب غير منطقية وبأسلوب همجي ومناف للقانون بالدعاء أنها تعمل تحت سطار محلات شرعية لمجرمين في المنطقة اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ستة شبان على خلفية الهبة الشعبية في شهر أيار الماضي حيث نسبت إليهم شبهة أعمال عنف وإخلال بالنظام العام ورشق حجارة وإدرام النار بإطارات مطاطية ومحاولات تنكيل بسائقين على شارع ستة في منطقة اللقية هذا وجراء حالة المعتقلين إلى التحقيق ومن المزمع أن تطلب الشرطة من المحكمة تمديد اعتقالهم تشفت معطية حتومية أن نسبة الشباب العرب من جيل 18 وحتى الرابع والعشرين الذين لا يتعلمون ولا يدرسون وصل إلى 32 فارز 5% أي ما يعادل الثلثة من النسبة العامة منهم يرزح في خانة البطالة والأمية وبحسب الإحصائيات فإن الحديث يدور عن نحو 50 ألف شاب إلى أن النقبيين العرب يؤكدون أن المعطيات على أرض الواقع مغيرة وصادمة أكثر في إحصائيات لمكاتب التشغيل في إحصائيات لمؤسسة التأمين الوطني لدائرة الإحصاء المركزية تختلف هذه الإحصائيات من مكان لآخر على مدار السنوات كان هناك بشكل مستمر سياسات ممنهجة في عدم المساواة والتمييز سياسات إفقار للمجتمع العربي لكن جائحة الكورونا وهبة أيار أتت لتعمق أكثر وتظهر أكثر هذه المشكلة هناك علاقة مباشرة ما بين هذه النسبة الكبيرة وبين نسبة الكبيرة للجريمة وتفشي الجريمة في مجتمعنا فمن الواضح أن غالبية هؤلاء الشباب ينخرطون في عالم الجريمة من أجل الحصول على الربح السريع وذلك بسبب أوضاعه والاقتصادية والاجتماعية الصعبة تأخذ البطالة في صفوف الشباب العربي مناح أخرى أكثر تطرفاً حيث ينحدر البعض منهم في السوق السوداء وعالم الإجرام بحثاً عن الربح السريع ما يدق نقوس الخطري لا سيما مع استفحال مظاهر الجريمة التي تفتك بالمجتمع العربي أنا بنصح طبعاً كل شاب أنه يشتغل ويتعلم لكي يكمل مشواره ويكمل مسيرته في حياته لأنه ده بيشتغلش وبتعلمش مش راح ينجح ولا راح بالعكس بفشل وصير عندنا مشاكل لأنه أغلب المشاكل اللي احنا صايرة عندنا من تحت رأسها الشبيبية هاي كلياتها أنهم بدهم مصاري طبعاً بدون ولا أي سبب يعني بدون ما يشتغل طب مصار دون ما يشتغل ديطر لأمور تانوية اللي هي أمور مشارعية وأمور اللي هي بده الطب بحق ناس وكل مشاكل وسط العربي من تحت رأسها هاي هدفه هو المال إنه 30% كاعدين كاعدين شو مين أبوهم ومهم دي طعموهم يعني الإبيات عندهم حمل بيكفيهم فلازم الشاب هو اللي ينهض هو اللي يقوم هو اللي يساعد أبوه مش يلكن على أبوه قل له أبوه يقعد ارتاح أنا بشغل عنك فهي إذا فيه نخوة عند شبيبتنا يسمع هذا الكلام إذا فيه عندهم نخوة يقوموا ويطلعوا ويشتغلوا لو بدي يشتغل بلاكيش إشي للمستقبل لقدام فيش عنده يعني دخل كفاية للاكي إشي لقدام مستقبل عشان هيك بروح قاعد على الكاسف الكال اللي هو اليوم سلاح مخدرات سوك سودا هاي الشغلات بلاكي الربح فيها أسرع يقبع أكثر من نصف المواطنين العرب تحت خط الفقر ومع ارتفاع البطالة تتعمق الفجوات ويزداد واقع المجتمع العربي أكثر تعقيدا وفقرا إذ لا يتعدى نصيبه من ميزانية الدولة أكثر من واحد بالمئة ما يفسر سياسات التهميش والإفقار التي تتبعها السلطات الإسرائيلية قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن مواصلة إسرائيل لسياسة الاستيطان وتنكرها للحقوق الفلسطينية سيقضي على كل ما تبقى من حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية مؤكدا أن القيادة الفلسطينية ستتخذ الخيارات الضرورية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني جاء ذلك خلال استقبال رئيس دولة فلسطين محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رامالله رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارد باتشينكو بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وأكد الرئيس الفلسطيني أهمية الجهود التي يقوم بها البرلمان الدولي لدعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال مرحبا بعقد لجنة الشرق الأوسط في اتحاد البرلمان جلسة خاصة في فلسطين لبحث الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيين جراء الاحتلال يعلن باسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام قيام دولة فلسطين دولة أردنا الفلسطينية ثلاثة وثلاثون عاما مضت على إعلان وثيقة استقلال دولة فلسطين سنوات مرت ولا تزال فلسطين تحارب لنيل الاستقلال ولا زال الشعب الفلسطيني ينادي بحقه في تقرير مصيره الخامس عشر من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين ومن قصر الصنوبر بالعاصمة الجزائرية اعتلى الرئيس الراحل ياسر عرفات منصة الخطاب أمام المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشر ليعلن وثيقة الاستقلال الوثيقة الدستورية الأعلى في صياغة النضال الفلسطيني والتي خطت بقلم الشاعر الراحل محمود درويش وثيقة في طياتها تذكير بالظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني شارحة ثبات الفلسطينيين ونضالهم الذي دام لعقود وصولا إلى الانتفاضة في الأرض المحتلة سطور تاريخية ومنها إعلان قيام دولة فلسطين فوق أردنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وبملء الكف صفق الحضور لهذه الكلمات التي مدت النضال الفلسطيني بقوة معنوية ودبلوماسية أمام العالم وعزفت فرقة الجيش الجزائري النشيد الوطني الفلسطيني عقب إعلان الوثيقة أعلنت أربع وثمانون دولة فورا اعترافا كاملا بدولة فلسطين وفي الأسبوع التالية أعلنت عشرون دولة اعترافا مشروطا وحققت منظمة تحرير مكسبا رمزيا بحصولها على حق مخاطبة مجلس الأمن على قدم المساواة مع الدول الأعضاء بدأت مرحلة جديدة من الصراع مع الحركة الصهيونية لتثبيت الحق الفلسطيني في نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة وتثبيت القدس عاصمة لها هذا الأعلان أسس لمرحلة الاعتراف الدولي بالحق الفلسطيني وكان بمثابة الوثيقة السياسية التي تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفي هذا اليوم يستذكر الشعب الفلسطيني روح النضال والمقاومة الفلسطينية التي تجسدت في تاريخ تمسك بحقوق شعبا لا تزال أرضه محتلة تاريخ يحيي ذكرى رموز فلسطينية تشعل لهيب الغضب والتمسك بالأرض والقضية 135 دولة تعترف اليوم بدولة فلسطين 70 ممثلية فلسطينية من مختلف بقاع الأرض ترفع علمنا وكما كتب درويش في الوثيقة في قلب الوطني وعلى سياجه في المنافل القريبة والبعيدة لم يفقد الشعب العربي الفلسطيني إيمانه الراسخ بحقه في العودة ولا إيمانه الصلب بحقه في الاستقلال ولم يتمكن الاحتلال والمجازر والتشريد من ترد الفلسطيني من وعيه وذاته ولقد واصل رضاله الملحمية وتابع بلورة شخصيته الوطنية من خلال التراكم النضالي المتنامي هذا الاجتماع اليوم عند حفة جدار الفصل العنصري الذي أقامه الاحتلال ليحول بيننا وبين وصولنا إلى مدينتنا المقدسة أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا أن الحكومة لن تدخير جهدا لتوفير ما تستطيع من متطلبات الدعم والإسناد لنضال الفلسطينيين في محافظة القدس كما أكد على رفضهم التنازل عن أي شبر من الراضي الفلسطينية وفق القرارات الشرعية الدولية وقال اشتيا في كلمته بمستهل جلسة الحكومة التي عقدت في محافظة القدس بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطينية أنهم متمسكون بحقهم في عاصمة دولة فلسطين المستقلة التي يحاول الاحتلال عبثا تغيير معالمها وممارسة سياسة التوسع والضم والعنصرية والتطهير العرقي بحق سكانها أكدت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان أن إعلان وثيقة الاستقلال جاء تعبيرا عن الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في الاستقلال والحرية وتقرير المصير والسيادة فوق أرضه وجددت الفصائل في بيان لها لمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لإعلان وثيقة الاستقلال أن الإعلان جاء تأكيدا على ضرورة التطبيق والتنفيذ العملي والفعلي لقرارات الأمم المتحدة التي أقرت بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية على أرضه وشددت على أن الشعب الفلسطيني ما زال يواصل نضاله بكل الطرق المشروعة لتجسيد حلم الدولة المستقلة على أرض فلسطين أجلت محكمة الاحتلال في القدس البت بدعوى للمستوطنين تطالبوا بتهجير عائلة السلايمة من منزلها في حي الشيخ جراح حتى الثامن عشر من أيار العام القادم ويعود المنزل المستهدف للمواطن هاشم السلايمة وهو أب لسبعة أبناء وأحد أصحاب المنازل ضمن 28 منزلا مهددا بالتهجير القصري من الحي لصالح مستوطنين أكثر من مائة عام مرت على اكتشاف الأنسلين علاجا لداء السكري ولم يزل ملايين المصابين به عاجزين عن الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها اليوم العالمي للسكري الذي يصادف الرابع عشر من تشرين الثاني يأتي تحت شعار الوصول لرعاية مرض السكري فبات السكري سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم ويقصر حياة المريض بمعدل ست سنوات خمسمائة ألف مصاب بالسكري في إسرائيل والمجتمع العربي الأكثر عرضة حيث تشير المعطيات إلى أن 9.3% من النساء العربيات في عمر 21 فأكثر مصابات بمرض السكري وترتفع نسبة الإصابة مع العمر لتصل إلى 45% لدى النساء في جيل 60 سنة فأكثر وذلك وفقا لجمعية الجليل العربية القطرية للبحوث والخدمات الصحية الأطفال والنساء ورجال معرضون للإصابة بمرض السكري وهذا يتطلب من الحكومات تحمل مسؤولياتها تجاه توفير سبل حياة سهلة والعمل على دمجهم في مختلف الأنشطة الحياتية المجتمعية والقيام بالتدخلات اللازمة على مستوى الوقاية والعلاج والتأهيل نحو تحسين حياة المرضى إضافة إلى الاتفاة للجانب المجتمعي من حيث التحديات والفرص في سيرورة العناية بمريض السكري في المجتمع العربي التوقعات بأن يصاب بسكري طفل واحد من كل ثلاثة أطفال في إسرائيل وهنا إشارة لأهمية دمج مرضى السكري اليافعين في المدارس ورياض الأطفال من خلال ضمان سلامتهم وصحتهم ومشاركتهم بالأنشطة اللامنهجية بما يراعي ظروفهم الصحية تحديات كثيرة تواجه المصابين بالسكري في المجتمع العربي فإلى جانب غياب الدور التوعوي التثقفي هناك الوضع الاقتصادي السيء المنعكس على صعوبة شراء الأدوية التي قد تصل تكلفتها لخمسمائة شكل في الشهر الواحد ويشار إلى أن جائحة كورونا عمقت من صعوبات الوصول لرعاية الصحية للمصابين بالأمراض المزمنة ومنها السكري في الذكرى السابعة عشر الاستشهاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أبا عمار نظمت جامعة الأزهر احتفالاً بذكرى استشهاده وذلك بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية التي عايشت حياته النضالية نظمنا في حركة الشميلة الطلبية هذا العرض المهيب إحياءاً مننا لذكرى استشهاد شمس الشهداء القائد الرمز ياسر عرفات أبا عمار وتأكيداً مننا على أننا ما زلنا مستمرون وسائرون على نهجه مجددين العهد والبيعة معه ومع سائر الشهداء ومع القيادة الفلسطينية وممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس أبو مازين حركة فتح اليوم هنا على رأسها مفوض عام التعب والتنظيم الأخ أبمار حلس والهيئة القيادية وقالين فتحهم وكتب الحركية وشيببتها الفتحوية اليوم هنا في الأزهر تحيي الذكرى السابع عشر للشهيد ياسر عرفات لتؤكد على السير على طريق الشهيد ياسر عرفات وتحقيق حلم الشهيد ياسر عرفات في الحرية والاستقلال وقامة الدولة وعاصمة القدس الشريف ياسر عرفات زعيم الشعب الفلسطيني الذي عمل طيلة سنوات حياته على خدمة القضية الفلسطينية والذي حمل القضية الفلسطينية وهموم الشعب إلى المحافل الدولية سعياً للاعتراف بدولة فلسطين ياسر عرفات حي فينا لن يموت وأنه خالف فينا لن يموت في الذكرى السابع عشر لاستشهاد السيد الشهيد الرمز ياسر عرفات نؤس بسالة للجميع بأننا على العهد والقسم لسائرون وأننا سنبقى أوفياء لدماء الشهيد ياسر عرفات وأننا على ضرب رفيق ضربه ومسيرته السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن بإذن الله وكان هذا القائد رمزاً وقدوةً للشعب الفلسطيني كافة في الداخل والشفات تعلموا منه العزيمة القوية مهما كانت الظروف حيث قاوم الحصار الإسرائيلي عدة مرات وكان آخرها حصاره داخل المقاطعة في رمالله وكان حريصاً على أن تظل الكوفية الفلسطينية مرفوعة ورمزاً للشعب الفلسطيني حتى وفاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة